اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وادت العمليات العسكرية ضد المتطرفين في العراق وسوريا إلى محاصرة عشرة الاف المدنيين فإلى جانب الفلوجة يخوض تنظيم داعش اشتباكات ضد الفصائل المعارضة شمال مدينة حلب السورية قرب الحدود التركية ويوجهه هجوما يقوده الاكراد بدعم امريكي على مواقعه في شمال مدينة الرقة معقله في سوريا يحاول أطباء شرعيون ونشطاء في منظمات إنسانية تحديد هويات مهاجرين قضوا أثناء محاولاتهم العبور بحرا من منطقة كالي في شمال الفرنسي إلى بريطانيا وتأمين دفن لائق لهم ومنذ جوان 2015 قضى نحو ثلاثين مهاجرا منهم من صدمت سيارة ومنهم اللق حتفه غرقا أو مسه تيار الكهربائي في النفق الواصل بين فرنسا وبريطانيا تحت بحر الماتش وسجل آخر هذه الحوادث في التاسع من ماي الجاري حين صدمت سيارة شبا باكستانيا كان يحاول بلوغ بريطانيا من كاليها الفرنسية ترجمة نانسي قنقر